بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي الطلبة مرحبا بكم في المجال المفاهمي الثالث تقنيات الوا إذن كأول محاضرة في هذا المجال سنقوم بالتطرق إلى المتصفح سنبدأ أولا بمقدمة ثم نقوم بتعريف مفهوم المتصفح وأشهر المتصفحات المتوفرة حاليا بعد ذلك سننتقل لشرح العلاقة التي توجد بين المتصفح وتصميم مواقع الواب وأيضا لماذا يجب أن نقوم بتحديث المتصفح بصفة دورية بعد ذلك سنقوم بشرح طريقة استعمال برنامج التصفح للتوجه داخل مواقع الأنترنت وفي الأخير سنقوم بشرح مفهوم محركات البحث وطريقة عملها في العمل التطبيقي سنحاول استعمال محرك البحث جوجل لتعلم طريقة البحث به ومختلف المزايا التي يقدمها إذن كما سبق وتطرقنا في المجال السابق في محاضرة الشبكات كنا قلنا أن الشبكة أو شبكة الأنترنت تربط الحواسيب في جميع أنحاء العالم وتحول عالمنا الكبير إلى مكان صغير مفعم بالحياة فمثلا بإمكاننا الاتصال بأي شخص في جميع أنحاء العالم بشرط أن يكون متصل بشبكة الأنترنت إذن بالإضافة إلى هذا بإمكاننا القيام بمشتريات قراءة الأخبار الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفيام وأيضا زيارة المتاحف وحدائق الحيوانات وأي مكان نرغب فيه إذن للقيام بكل هذه الخدمات سنستعمل المتصفح إذن السؤال هو ما هو المتصفح وما الذي يقوم به لكي نتمكن من قيام بكل هذه الأمور إذن المتصفح هو عبارة عن برنامج يسمح للمستخدم باستعراض النصوص الصور الملفات ومحتويات أخرى مختلفة وتعرض على شكل صفحة واب من موقع من شبكة أنترنت أو شبكة محلية إذن هنا يمكن الموقع أن يكون على شبكة أنترنت كما يمكن أن يكون على شبكة محلية إذن هذه النصوص والصور في صفحات الموقع يمكن أن تحتوي على روابط لصفحات أخرى في نفس الموقع أو في مواقع أخرى إذن متصفح الواب يتيح للمستخدم أو المستخدمين أو متصفحين الواب للوصول إلى المعلومات المرغوب فيها في المواقع بسهولة وسرعة وهذا عن طريق تتبع الروابط أو الارتباطات التشعوبية مثلا هنا إذا كانت بنية الموقع بهذا الشكل ونحن في هذه الصفحة فمثلا يمكن الولوج من هذه الصفحة إلى صفحة أخرى ثم من هذه الصفحة إلى صفحة أخرى وهكذا يمكننا تصفح المواقع بسهولة وبسرعة إذن سهولة استخدام المتصفحات سمحة بتطور الأنترنت وانتشارها في جميع أنحاء العالم يوجد الكثير من المتصفحات على شبكة الأنترنت وعلى سبيل المثال للحصر عندنا مثلا متصفح أنترنت إكسفلورر من شركة مايكروسوفت عندنا أيضا متصفح فايرفوكس من شركة موزيلا يوجد أيضا متصفح سفاري من شركة أبل ومتصفح كروم من شركة جوجل ونيتسكيب يعتبر من أول المتصفحات التي ظاهرت في عالم الأنترنت إذن السؤال هو ما هو أفضل متصفح إذن لا يوجد متصفح كامل من جميع النواحي فمثلا متصفح جوجل كروم يتميز بالسرعة بينما متصفح فايرفوكس يتميز بالقوة والثبات ومتصفح أج الجديد من شركة ميكروسوفت يتميز بالأمال إذن كما سبق وذكرنا أن تصنيف البرمجيات عامة أو برامج مضادات الفيروسات أو المتصفحات خاصة هو أمر صعب ويتطلب التطرق إلى عدة معايير لذا نلجأ إلى استخدام خدمات أو مواقع تقوم بالتصنيف هذه البرمجية إذن هنا قمت بجلب تصنيف موقع طوب تان ربيو لسانت 2020 إذن احتل المرتبة الأولى متصفح جوجل كروم في المرتبة الثانية متصفح أج من شركة ميكروسوفت والمرتبة الثالثة متصفح فايرفوكس من شركة موزيلا وكل من المرتبة الرابعة والخامسة احتلها على التوالي متصفح أبل سفاري وأوبرا تلاحظون أيضا هنا على الجهة اليسارية في هذه الضائرة النسبية نسبة استعمال هذه المتصفحات مثلا احتل المرتبة الأولى متصفح كروم بنسبة 32% في المرتبة الثانية متصفح فايرفوكس بنسبة 28.7% في المرتبة الثالثة متصفح أنترنت إكسبلور بنسبة 27.3% وأيضا متصفح سفاري في المرتبة الرابعة بنسبة 9.7% يمكن تفسير هذه النسب حسب الأجهزة التي تستعمل هذه المتصفحات مثلا متصفح جوجل كروم يأتي مدمج مع جميع أجهزة الهواتف الذكية التي تستعمل نظام أندرويد بخصوص متصفح أبل سفاري يأتي مدمج مع أجهزة الآيفون وأيضا متصفح أنترنت إكسبلور يأتي مع جميع أنظمة تشغيل ويندوز إذن ما هي علاقة المتصفح بتصميم المواقع؟ إذن توجد علاقة وطيدة بين المتصفح وتصميم وتطوير مواقع الواقع وبين المطور نفسه ومتصفحات المستخدمين إذن وما يحدد ويحكم العلاقة هو جمهور المستخدمين ومدى وعي وثقافة المستخدم بحيث يتعين على المصمم أو المطور أن يراعي دعمه لأنسخ المتصفحات القادمة أو أن يترك رسالة للمستخدم تفيد بأنه يتوجب عليه استخدام متصفح جديد لكي يتصفح الموقع بشكل صحيح إذن على كل مطور أن يقوم بتجريب الموقع على جميع المتصفحات ليتأكد من أن الموقع يظهر بشكل سالس وبدون مشاكل أو إذا كان الموقع لا يدعم نسخة معينة من المتصفح يجب إظهار رسالة للقيام بالتحيين إلى النسخة الأعلى أو استخدام متصفح آخر لذا يجب القيام بتحديث المتصفح بشكل دوري هذا من جهة ومن جهة أخرى تحيين أو القيام بتحديث المتصفح يقينا ويقلل من هجمات المختارقين والهاكرز وذلك كون المتصفحات القديمة يوجد بها ثغارات أمنية ويتم إغلاقها بالإصدارات الحديثة أيضا المتصفحات القديمة في عالم الأنترنت المتغير لا تدعم الجديد ولا تدعم مقاييس ومعايير السلامة المعتمدة على شبكة الأنترنت فمثلا في الآوينة الأخيرة الكثير من المواقع العالمية مثل يوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أعلنت عدم دعمها للمتصفحات القديمة حيث أن عملية الدعم ستتطلب جهد كبير نظرا لاختلاف المعايير ولغات البرمجة في كل هذه المواقع إذن كيف نقوم باستعمال برنامج التصفح للتوجه داخل مواقع الأنترنت؟ إذن لكل موقع أنترنت تقريبا يوجد بعض الصفحات التابعة له وكمية الصفحات تتغير من موقع إلى آخر إذن للتمكن من الوصول إلى كافة المعلومات في المواقع علينا استعمال الأدوات التي يعرضها الموقع وأيضا الارتباطات التشعوبية الخاصة بالموقع بالإضافة إلى هذا يمكن استعانة بشريط التوجيه مع المتصفح فمثلا عندنا خانة لكتابة عنوان الموقع أو الصفحة التي نريد الوصول إليها عدنا أيضا أيقونة الصفحة الرئيسية التي تأتي على شكل منزل صغير عدنا أيضا كل من زري الأمام والخلف الذي يمكن بهم التصفح داخل الموقع بالذهاب إلى الأمام أو الخلف وأيضا عندنا أيقونة المفضلة أو لففور إذن إذا قمنا بزيارة موقع ونود زيارته مرة أخرى من المستحسن أن نقوم بحفظ عنوان الموقع في مجلد المفضلة هكذا لن نضطر إلى كتابة عنوان الموقع من جديد في برنامج التصفح ولن نضطر إلى البحث عن الموقع مرة أخرى خصوصا إذا لم نستطع حفظ اسم الموقع أو في حالة وجود موقع كثيرة وهذا هو الحال في الأنترنت هنا فقط ملاحظة عنوان صفحات المفضلة ستتواجد فقط في الحاسوب الذي قمنا بحفظه يمكن نقلها إلى حواسيب أخرى أو أجهزة باستعمال خدمات السحابة إذن فكيف نقوم بعملية حفظ الموقع باستعمال المفضلة أو لفابوري؟ إذن هذا الأمر سهل بعد الدخول على الموقع المرة الأولى نقوم بالضغط على زر المفضلة أو النجمة كما هو ظاهر هنا في شريط الأدوات بعد القيام بذلك سيتم حفظ هذا الموقع في مجلد المفضلة وعند وجود عدد كبير من الصفحات داخل المفضلة لا يكون من الصعب عادة إيجاد الصفحة المعينة وعندها يمكن استعمال ما يسمى بجيسيونير دو فابوري لحيث هذا المجلد يمكن أن يرتب الصفحات داخل المفضلة في مجلدات مصنفة مثلا يمكن إنشاء مجلد خاص بمواقع التواصل الاجتماعي ومجلد آخر خاص بمواقع الأخبار أو آخر خاص بمواقع التعليم وهكذا يتم تصنيف المواقع داخل المفضلة إذن ننتقل الآن إلى محركات البحث وطريقة عملها إذن ما هو محرك البحث؟ إذن محرك البحث أو Search Engine بالإنجليزية هو برنامج يتيح للمستخدمين البحث عن كلمات محددة ضمن مصادر الأنترنت المختلفة ويتألف محرك البحث من ثلاث أجزاء رئيسية أو برامج هي أولا برنامج العنكبوت أو Spider Program ثانيا برنامج المفاهرس أو Indexer Program وفي الأخير برنامج محرك البحث إذن هنا يجب التفريق بين المتصفح ومحرك البحث إذن يمكن اعتبار المتصفح على أنه برنامج زبون يتم تنصيبه في الحواسيب أو الزبائن في الشبكة بينما برنامج محرك البحث هو عبارة عن برنامج خادم يتم تنصيبه في السيرفر الخاص بالشركة التي تقدم هذه الخدمة إذن يجب التفريق بين المفهومين بحيث أنه المتصفح ليس هو محرك البحث ومحرك البحث ليس هو المتصفح وإنما هنا نحن أمام برنامجين مختلفين أحدهما زبون وآخر خادم إذن لفهم طريقة عمل محرك البحث يجب فهم طريقة عمل كل من برامجه أو أجزائه المختلفة إذن نبدأ أولا ببرنامج العنكبوت إذن تستخدم محركات البحث برنامج العنكبوت أو سبايدر لإيجاد صفحات جديدة على الواب وإضافتها يسمى أيضا هذا البرنامج الزاحف أو الكراولر لأنه يبحر في الأنترنت بهدوء في صفحات الواب ويقوم بالإطلاع على محتويتها بعد أن يقوم بالتصفح يقوم بأخذ مؤشرات المواقع من صفحات الواب مثلا العناوين والكلمات المفتاحية يعني titles وkeywords ولا تقتصر زيارة برنامج العنكبوت على الصفحة الأولى في الموقع بل يقوم بتتبع وتعقب الروابط أو ارتباطات التشعوبية الموجودة فيها لزيارة صفحات أخرى إذن يمكن تخيل برنامج العنكبوت على أنه برنامج أوتوماتيكي يقوم بالولوج إلى موقع معين ويبدأ مثلا بصفحة معينة ثم يقوم بأخذ المؤشرات التي يجدها في هذه الصفحة من عنوان الصفحة وkeywords إذن بعد الانتهاء من هذا يقوم بالبحث عن الروابط المتوجدة داخل هذه الصفحة ويقوم بزيارة هذه الموقع والقيام بنفس العملية إذن بعد الانتهاء من موقع معين يقوم بالانتقال إلى موقع آخر وهكذا حتى يقوم بتصفح جميع مواقع الواب في الانترنت إذن بعد قيام برنامج العنكبوت بعملية التصفح يأتي دور برنامج المفاهرس إذن يمثل برنامج المفاهرس أو بالإنجليزية الكتالوج أو أحيانا يسمى أيضا بقاعدة البيانات إذن هو عبارة عن قاعدة بيانات ضخمة توصف صفحات الواب وتعتمد في هذا التوصيف على المعلومات التي حصل عليها من برنامج العنكبوت أو سبايدر بحيث يقوم بتوصيف صفحات الواب بالاعتماد على معايير مثلا الكلمات الأكثر تكرارا من غيرها طبعا هنا تختلف محركات البحث عن بعضها في هذه المعايير إضافة إلى اختلافها في خوارزميات المطابقة والترتيب أو رينكينج ألغوريتمز إذن بعد أن يقوم كل من برنامج العنكبوت وبرنامج المتصفح بهذه العنمليات يأتي دور برنامج محرك البحث إذن يبدأ دور برنامج محرك البحث أو بروغرام سيرش أنجين عند كتابة كلمات المفتاحية أو كيورد في مربع البحث سيرش بوك إذن كل محركات البحث تتيح واجهة بيانية تسمح لنا بكتابة الكلمات المفتاحية ثم البحث عليها إذن يقوم برنامج المحرك بأخذ الكلمات المفتاحية ويبحث عن صفحات الواب التي تحقق الاستعلام في قاعدة البيانات المفهرس أو أندكس ديتابيس إذن بعد أن يجد صفحات الواب التي تحقق الاستعلام تعرض نتيجة البحث هذه أو الصفحات الواب هذه في نافذة المستعرض أو بروزر ويندوز إذن هنا عدنا واجهة برنامج محرك البحث الذي تكون عادة مثلا هنا في مثال محرك البحث جوجل عدنا مربع خاص بالبحث الذي نقوم بكتابة الكلمات المفتاحية فيه والضغط على زر البحث إذن يوجد العديد من محركات البحث التي تنتشر على الواب نذكر منها على سبيل المثال للحصة إذن محرك البحث المشهور جوجل يوجد أيضا محرك بحث بينغ من شركة ميكروسوفت وياهو من شركة ياهو توجد العديد من محركات البحث الأخرى مثلا أمسان أورانج والقديمة مثل ألطا بيستا أسك وأول مؤخرا ظهرت محركات بحث تحترم الخصوصية ولا تستعمل البيانات الشخصية وأشهرها محرك بحث دوك دوك جو إذن كل محركات البحث تستخدم في بحثها على الموقع ما يدعى بالكلمات المفتاحية أو كيوورد مكلي بالفرنسية التي يمكن أن تكون عبارة إما عن كلمات أو مجموعة من الكلمات التي تشكل جمل أو فرص بالإضافة إلى الكلمات المفتاحية تستخدم محركات البحث عادة المعاملات أوبيريترز أو أوبيغاتور بالفرنسية مع الكلمات المفتاحية لتوفير خيارات إضافية أو للتدقيق في عملية البحث مثلا يمكن استخدام رمز الدولار إذا كنا غير متأكدين من الكتابة الصحيحة يمكن أيضا استخدام رمز الناقص أو النوت إذا كنا نرغب بتضييق البحث قدر المستطاع أو إقصاء موضوع معين يمكن أيضا استعمال رمز الزائد والأند للبحث عن موضوعين في نفس الوقت أو استخدام الأور لبحث عن موضوعين أي عن إحدى كلمتين مفتاحيتين يمكن أيضا استخدام المطتين للبحث عن كلمتين متجاورتين مثل مثلا محرك بحث أو أي اقتصبات مثلا جملة تكتب بالشكل التي قمنا بكتابتها أيضا يمكن استخدام القوسين للجمع بين هذه المعاملات وأيضا محركات البحث غالبا ما تقوم بتجاهل بعض الحروف خصوصا حروف العطف مثلا في اللغة الإنجليزية A, N, N, D إذن تختلف محركات البحث عن بعضها البعض في أسلوب العمل فمثلا تحتفظ قاعدة بيانات الطابستة بكل تفاصيل صفحة الواب المخزنة أما غيرها من محركات البحث فتحتفظ فقط بالعناوين الرئيسية مما يؤدي إلى اختلافات في نتائج البحث الظاهرة للمستخدم مثلا في هذا المثال قمت باستعمال نفس الكلمات المفتاحية وهي محركات البحث في كل من محرك بحث ياهو وغوغل وتلاحظون هنا أنه يوجد اختلاف في نتائج البحث التي تحصلنا عليها إذن بالإضافة إلى محركات البحث يوجد ما يسمى بدلائل البحث إذن دلائل البحث هي عبارة عن مواقع على الأنترنت يمكن البحث فيها عن المعلومات حيث تقوم بتصنيف المعلومات ضمن بنية هرمية متدرجة ومتشعبة تبدأ بالمفتاح الأساسي العام للمعلومات ثم يتدرج إلى المعلومات أكثر تخصصا مثلا في هذه الصورة هنا مثال عن دليل البحث بحيث يقوم بتصنيف المواقع إلى مثلا مواقع الفن مواقع التجارة مواقع الحاسبات والكمبيوتورات مواقع الألعاب والصحة إلى غيره من الفئات ثم في كل فئة من هذه الفئات نجد مواقع متخصصة مثلا في فئة الفن عندنا مواقع الأفلام مواقع الموسيقى ومواقع التلفزة مثلا في مواقع الكمبيوتورات والحاسبات عندنا كل من الهالدوير، الصوفت وير والأنترنت إلى آخره من التصنيفات لهذه المواقع بصفة متخصصة يقوم بعمل التصنيف هذه طاقم بشري يقوم بتتبع مواقع نشر المعلومات وفهرستها حسب موضوعاتها وأماكن نشرها وتشجيل ملخص محتوياتها إذن تتميز أدلة البحث بدقةها العالية في تصنيف المعلومات واستعراض أدلة الموضوعات لكن في جهة أخرى يعيبها حدم تقطيتها الكامل لمحتويات مواقع الأنترنت لإعتمادها على التحديث اليدوي الذي يكون في الغالب مجهد ويأخذ وقت كبير إذن هذا كل ما يخص الجانب النظري الذي تطرقنا فيه لكل من المتصفح ومحركات البحث في الجانب التطبيقي سنحاول استعمال متصفح Firefox وأيضا استخدام محرك البحث Google للقيام بعمليات بحث سريعة ودقيقة باستعمال معاملات البحث المتقدم شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء والسلام عليكم